موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة القدس العربية التي عنونت سيدة تلد توأما بعد وفاتها بأربعة أشهر نجح أطباء في البرازيل في إجراء عملية ناجحة لولادة توأمين لامرأة توفيت دماغيا منذ أربعة أشهر وهي حامل في الشهر الرابع ولكن قلبها كان لا يزال ينبض وكانت توأمان لدني في داخل رحمها ما زالا حيين وقام الأطباء بتشغيل جهاز قلب المرأة المتوفى دماغيا وظل يعمل إلى أن بلغ عمر التوأمين في بطن الأم سبعة أشهر وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت تويتر تدرس إدخال خدمات مدفوعة جديدة لمشتركيها أطلقت شبكة تويتر استبيانا على بعض مستخدميها لتقييم احتمالات البدء بخدمة اشتراكات مدفوعة جديدة وتشمل هذه الخدمات خصوصا تطوير تطبيق تويت داك الذي يسمح للمستخدم بعرض مضمون شاشة عدة أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنونت لغة التخاطب لدى الببغاء عاطفية كشفت دراسة جديدة أن الببغاء لديه لغة تخاطب عاطفية قوية جدا بحيث يمكنه جعل الطيور الأخرى من فصيلته في مزاج جيد يتيح الضحك واللعب وبحسب الباحثين فإن الببغاء يعتبر أول طير يصدر صوتا معديا عاطفيا أما صحيفة اليوم السابع المصرية فقد عنونت شركة صينية تطور طائرة بدون طيار لمساعدة المزارعين في الحقل طورت شركة زاركرافت الصينية طائرة بدون طيار يمكن التحكم بها عن بعد من خلال الهواتف الذكية وهي قادرة على القيام ببعض المهام المتنوعة لمساعدة المزارعين في الحقل اشتركوا في القناة